السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا بنات عامليني يا رب اكونوا بخير جبتلكم الفيديو ده لما كنت في العتبة من ضمن الفيديوهات اللي احنا صورناها على نفس الصف برضو بتاع الراجل بتاع اللاعب اللي انا صورتلكم من عنده ونفس الصف بتاع الراجل بتاع الكوتشهات اللي انا صورتلكم من عنده برضو ونفس الصف بتاع الراجل بتاع الكوتشهات الاطفالي والسن المحير تمام الراجل ده قاعد بالضبط الفرشة دي قدامه هو الشارع اللي فيه الفندق الأندلس الشارع اللي في وش على طول المبنى بتاع فندق الأندلس وقدام محل اسمه اللورد شايفين محل اسمه اللورد اللي هو بتاع الجزم والكوتشهات هو قدامه بزبطه هي دي عبارة عن فرشة وهم أصلا أصحاب مكتب ومصنع هم اللي عاملين حاجات دي حاجات المصنع بتاعتهم بيبيعوا بسعر الجملة أي لانجري أي قمس لانجري من دول بـ 25 جنيه ولو فيه بنوتة هتروح تاخد من المكتب نفسه عشان أسألته لو فيه بنوتة هتروح تاخد من المكتب نفسه يعني كميات هيحسبولها القطع على 21 جنيه فانتوا بقى جمعوا بعض في المنتدى عندي وشوفوا مين اللي حابة تجهز نفسها واتفقوا مع بعضه وروحوا وخدوا من عنده كميات عشان تبقى أرخص وأرخص عليكم مساكت الحاجة بإيه دي أو مساكت الحاجة بإيه دي فيه حاجات عجبتني من ناحة اللانجري تمام؟ من ناحة اللانجري آه عجبتني زي ما هي متصورة تمام؟ بس الحاجات اللي ما عجبتنيش الخامة اللي هي بتاعت البجامات أنا دايما بحترم بصراحة اللقطان البجامة أوكي حلوة جدا وزي ما هي في الصورة ما فيش مشكلة بس مش خمتها قطن يعني ودي الناس بقى اللي مش فارق معاها موضوع اللقطان ومش اللقطان أوكي إشطى يعني عيشي واشتري منها زي ما أنت عايزها فيش مشكلة البنت اللي فارق معاها قصة اللقطان وأن هي لأ جسمها حساس من البوليستر أو أي خامة تانية غير القطن اللي تقدري اللي أنت تشتري من النور والتوحيد زي ما أنا قلتلك أقرب فرع ليك يشوفيه فين من عنات من جوجل اكتبي كده أقرب فرع في النور والتوحيد لأنه عنده هناك أقطان وأسعاره في متناول الإيد وفعلا عنده كمان لانجري تحفة جدا في متناول الإيد واللي ما تفرجتش على اللانجري بتاع النور والتوحيد عندي قولي أول مرة تشوف قناة يعني بتاعتي يا ريت تبقي تدخلي على قائمة التشغيل هاشرح لكم إزاي تدخله في آخر الفيديو للناس اللي هو أول مرة يشوفوا الفيديوهات وأول مرة يعرفوني هعرفك يعني إزاي في آخر الفيديو تدخلي على قائمة التشغيل ومن الصفحة الرئيسية والدوس عليها هيظهر لي كل الفيديوهات بتاعتي اللي أنا عملتها بس مقسمة لمجموعات يعني مجموعة الكوتشيهات مكتوب عليها كوتشيهات حريمي مثلا وأطفالي مجموعة مثلا الملابس مكتوب عليها ملابس الستاير السجاجيد مكتوب عليها الألعاب الأطفال المنظفات الشخصية والأدوات التجميل مكتوب عليها فمش هتوهي ودي أنسب حاجة ليك على فكرة عملها لأي قناة مش قناتي بس لما تعوزي حاجة في فيديو معين في القناة ادخلي على صفحة رئيسية من اللابتوب عندك أو الكمبيوتر أو من الموبايل وبعدين دوس على قائمة في الشريط الأحمر اللي فوق اسمها قائمة التشجيل واختري مجموعة الفيديوهات اللي تناسب الحاجة اللي بتدور عليها واسمعيها هتستفيد وتوفر عليك وقت وجهد كبير جدا 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 لأن أنا بلاقي ناس كتير جدا عندي في القناة وبرضو مش عندي في القناة بيسألوني انت طب احنا عايزين فيديو ملابس لانجري احنا عايزين فيديو سجاد احنا عايزين فيديو اطفالي احنا عايزين فيديو عبيات السودة تم كل ده أنا عملته تم كل ده أنا عملته يعني الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى خلصنا لكم تلت ربع طلباتكم كلها لعب الاطفال ولعبيات السودة من الوكالة ومن محلات تانية اقل من 300 جنيه طبعا وعملنا لكم كمان اللانجري اللانجري يجيبين من فين ارخص حاجة وازاي تعرفي فين مقاساتك وعملنا لكم كمان فيديوهات اللي تخص الرجالي في الكتشهات وكتشهات الحريمي والرجالي والاطفالي وعملت لكم كمان الفيديوهات اللهم صلاة على السيد محمد اللي بتخص لا أدوات النظفة الشخصية ايه أحسن شامبو ايه أحسن كريم للشعر ايه أحسن اولوز ايه أحسن فوت يومية كل ده أنا عملته ايه أحسن غسول ايه أنا عملته برضه تجيبي والميكب من فين? عملته. تمام? وربني يعني ويقدرني ان شاء الله واكمل معاكم. آآ كل طلباتكم لانتو عايزينها مش نسي الاساسة اللي طلبت مني سجاد الخيامية. انا عملت فعلا فيديو سجاد بس معالتش لسة الخيامية بازن الله هيكون عندك آآ بكرة. آآ ما عملتش فيديو استطاير لسه. ما عملتش فيديو الاساسة اللي كانت عايزة بالزرعة. انا مش نسيك والله يا حاضر علي. ما عملتش الفيديو الاساسة اللي كانت طلبة مننا العطور. مش نسيك والله ان شاء الله هعملولك. بس انا بخلق الاساسة اللي كانت طلبة مننا الميليات. بازن الله كل ده هيخلص في خلال 48 ساعة. هيكون كل ده كل خلصان 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 لان فيه حاجات مهمة تانية عايز اكلمكم فيها وعايز اعرفها لكم. اماكنها بتتبع منين? وبالذات العرس اللي بتجهز. اللي يعني يعني موحلين واحلة في في المصاريف. انا ربني يعني ان شاء الله وعرفك اماكن الجملة. واماكن يعني الاصلي في كل حاجة. تمام? وهوفر عليكي تلتة ربع فلوسك. سواء في الاجهزة الكهربية او سواء في المفارش او سواء في الملابس او سواء في الميكوب الاكسيسوريز او في العبيات في الاستقبال. هعرفكو كل حاجة بالتفاصيل. وهعرفكو كل حاجة وشبخل عليكو طبعا بولا معلومة. ويا ريت اللي بيشوف الفيديو واستفاد منه. اه يا ريت ما يتبخلوش سواء من قناتي او من برا القناة. يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو. وطبعا الشير عشان اللي ركو يستفيد. تمام? اه وبازن الله ابعتولي اي يعني رأيكو في الفيديو. وابعتولي اه اي حاجة تانية اي حد عايزها انا مش متذكراها مسلا. والاستاذ اللي تنبت مني الكسوة بتاعت الانتريهات حضرة انا مش ناسياكي. وان شاء الله مش ناسيا اي حد. فربنا يعني بس والله العظيم الواحد لما بينزل يصور انتم مش متخيلين مدى كمية يعني كمية الزحمة قدي ايه? كمية زحمة رهيبة جدا. جدا. اه جارك كده كمان انت في التصوير بتبقي مسك يعني الكامل موبايل والف حد بيعدي من جنبك يخبطك خبطة. اه مش عارفة عربية عدي مش عارف يحصل ايه. اه اصوات غريبة تطلع. انا كل ده طبعا لما بروح بمنتجه. تمام? فبعد اذنكوا قدروا ده. واللي عنده اي نقد في التصوير يعني احنا في وقت يا جماعة زحمة ووقت دايق خلاص والعيدة على الابواب. فعذرونا معلش ان شاء الله هنحاول نحسن الكلام ده في الفترة اللي هيكون فيها رواء اكتر من كده. ومش هنبخل عليكم ولا بتصوير ولا بمعلومة ولا باماكن ولا بارقام تليفونات المكاتب والناس ولا باي حاجة في الدنيا. احنا اصلا يعني ربنا واحد واعلى واعلى من الواحد اعملها صادقة جارية اصلا على روحه. يعني اكتر من حاجة يعني بتدخل فلوس يعني بتدخل اصلا ملابين. ما بتدخلش فلوس اللي انتم متخيلينها. بس احنا يعني مكسبنا الاكبر واللي هيعود لنا بعد ما ماتنا هو انتم دعوتكم اللي بتطلع من القلب. يعني كفية ان الدعوة الحلوة اللي دي بنستحمل علشانها الزحمة. ونستحمل علشانها الحر. ونستحمل علشانها الطريق وبعد الطريق جدا. والمواصلات. وبنستحمل علشانها يعني حاجات كثير جدا اللي وعدت احكي لكم عليها مش هتصدقوا. وفيه منكم طبعا لا يصدق لان اللي يعني اللي نزل زينا كده كيوتيوبر بنزل يصور والكلام ده بيبقى عارف يعني ايه المعاناة زي دي. فاتمنى يا رب ان شاء الله باسم الله تعالى الفيديوهات كلها اللي في المحتوى القناة تعجبكم. آآ وتكونوا راضيين عننا. وتكونوا استفدتوا اصلا من القناة واستفدتوا فعلا افادة مية في المية من القناة. واتمنى اللي انتوا تتابعونا دايما عشان نوصلكوا آآ للرفاهية في مصر باقل سعر ممكن. وبأحلى جودة ممكنة. وانا ان شاء الله بازن الله هعرفكم في الفضرة الجاية على كل حاجة اللي يمكن تتخيلوها. يعني من ناحية الاكل والشرب واللبس والتعاليم والادوية. هعرفكم على كل حاجة ان شاء الله تعالى وهكتبها لكم تفاصيلها. وبالنسبة للرقم بتاع المكتب او المصنع بتاعهم آآ هكتب لكم الرقم في العنوان بتاع الفيديو نفسه. فلو سمحت والله العظيم عشان انا باعتذر على اللي بتطلب مني العنوان تاني والتفاصيل تاني وانا بقايل عليها والله العظيم في الفيديو. فانت اسمع الفيديو للاخر او اخذي الرقم وهتستفيدي به. تمام? مكانوا في العتبة هتنزلوا محطة العتبة آآ هتمشوا على طول الشارع على طول اللي بيطلعك على جراش العتبة. اسأله بس فين جراش العتبة. تمام? واسأله على محل اللورد. هم قاعدين قدامه آآ من الصاعة 12 الظهر لحد الصاعة 12 بالليل. كل يوم. وهكتب لكم رقمه عشان لو تهتوا. او عايزين توصلوا الناس اللي مراحتش قبل كده العتبة وعايزين تروحها آآ هكتب لكم رقمه عشان خاطر تتابعوا معاه. وهو هيدلوكم على المصنع والمكتب. وآآ عشان خاطر يعني تعرفوا توصلوا له غير ايام العيد وبعد العيد كمان. تمام? وفي اي وقت يعني? او لو غيروا ما كان الفرشة بتاعته ومهم قاعدين. حبيت افتح لوك وقلت له افتحلي لو سمحت كزا حاجة عشان خاطر اتأكد من الخامة واتأكد من الشكل فعلا اللي موجود جوه. لا لا. لقيت فعلا هو الشكل اللي موجود. ولقيت فعلا نفس التصميم اللي موجود جوه الكتالوج او الصورة اللي بينه زي ما انتو شايفين كده زهري. لقيت فعلا نفس التأفيلة ونفس الرسمة ونفس الشكل. والخامة كانت زبدة. كانت الخامة زبدة حلوة جدا بصراحة عجبتني. حلوة جدا جدا عجبتني. ولو سمحت وانت بتشتري الحاجة من عنده هناك افتحي حاجة حاجة وامسيكي الخامة بتاعتها. لان في خامات ممكن تعجبك وفي خامات ممكن ما تعجبك يش تعجب غيرك. تمام? فانت قبل ما تشتري وقبل ما تقولي خلاص اوكي. اه لو ساقوا بصي قدام محل اللورد بتاع الجزم والشنط والشباشق. قدام محل اللورد. اه وقدام يعني قدام المبنى بتاع فندق الاندلس. اهو مكتوب عليه فندق الاندلس. من فوق اهو. بصوا. مكتوب عليه فندق الاندلس. تمام? انا خليته يفتح لي اكتر من حاجة عشان هتأكد بس من الخامة وتأكد من نفس التفصيل اللي موجودة على الصورة. لقيتها بصراحة هي هيها. ممكن في حاجاتها هتلاقوها الصورة اللون مختلف غير اللون تاني. قدام بتاع الشنط اهو. وقدق تلات علامات اهو. محدش بقى واحدة تيجي تقول لي اهو حضرتك المكان فين بالزبط. مش هرد. انا برضو بني قدم وبتعب والله. مش هرد. فمسكت لقيت الخامة بتاعتي بصوا. قلت له لو سمحت يعني امسك هالي بالعرض كده وريني كده لكرة ولا مش لكرة. اهو في حاجات من منها لكرة. يعني بتاخد شكل الجسم وبتريح معاك كمان اكتر لو تخنتي زي كده. بس وفي حاجات مش لكرة. ما بتاخدش شكل الجسم فخلوا بالكو. بص يا ستة. هتدخلي سواء من الموبايل او سواء من اللاب توب على الصفحة الرئيسية بتاعت فيها حاجة حلوة. تمام? هتدوس كلمة صفحة الرئيسية من فوق من الشريط الاحمر اهو. وبعد كده هتدوس كلمة قوائم التشغيل اللي انا عم علمها عليها اسود كتير اهو زي ما انت شافها مش هخبطالكو عليها كتير. اول ما هتدوسي على قوائم التشغيل هتزهر لك اصلا مجموعة الفيديوهات كلها اللي انا عملتها. اهي ازاي تعرفت اخذي مقاساتك شنط وحريمي كل ما يخص الرجال ملابس لانجري داخلية وحريمي كل حاجة انا عملتها في القناة اي حاجة انت محتاجها بتدوري عليها مجرد ما دستي على قوائم التشغيل هتزهر لك كل مجموعات الفيديو اللي انت محتاجها او اللي انت متمع بها جنب كلمة قوام التشغيل